موسيقى مشاهدين أهلا بكم تتواصل بمراكش فعالية المهرجان الدولي للفيلم الذي يحتفى هذه السنة بدورته العشرين مجددا الموعد مع ألق السينما بمختلف واجهاتها وبحضور نجومها اللامعين من المغرب والعالم ويعكس هذا الحدث سينمائي ذائع الصيد الذي أضحى مع مرور السنوات موعدا لا محد عنها في خارطة المهرجانات الدولية مرة أخرى يعكس الأهمية التي توليها المملكة للنهوض بالتعبيرات الفنية والصناعة السينمائية وتطويرهما حول هذه التظاهرة السينمائية العالمية نرحب بضيفنا الناقد والمخرج السينمائي الأستاذ عبدالإله الجوهري أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يبلغ الدورة العشرين ما هي أبرز مستجدات هذه الدورة أستاذ الجوهري أعتقد أن الدورة العشرين جاءت في سياق ربما مختلف عن السياقات التي نضم فيها في الدورات السابقة أولا ما أصاب إخواننا في منطقة الحوز يعني إطلاق الزلزال ثم أيضا ما يجري على أرض فلسطين هي أشياء أثرت على التنظيم نسبيا ولكن لم تؤثر على جوهر المهرجان من حيث العرض الفيلمية من حيث التكريمات من حيث دروس السينمائية وأيضا الأوراج بمعنى أن المهرجان حاضر ولكن دون بهرجة دون احتفالية وهذا طبعا ينسجم مع التوجهات العامة للمملكة المغربية الشريفة في ضرورة عدم إيقاف الأنشطة لأن الحياة تستمر ولكن مراعاة ما يجري في الساحة الدولية العربية والمغربية نعم طيب ماذا عن أجندة هذا البرنامج يعني لجنة التحكيم كذلك الأفلام المشاركة إلى آخر أعتقد أنها دورة لا تختلف عن الدورات السابقة من حيث قوة الحضور وعدد الحضور ديال السينمائيين المغاربة والأجانب لا تختلف من حيث قوة الأفلام المعروضة لا تختلف من حيث لجنة التحكيم وأيضا وهذا هو المهم في هذه الدورة والتي يتميز بها بشكل كبير هي دروس السينمائية التي يلقيها أباطرات الفعل السينمائي العالمي عندما أقول ماتس ميكلسون الذي تم تكريمه في حفيف الساح ممثل كبير أو الممثل الأمريكي ويليام دافو أو وغير ذلك من أنورك كاشياب المخرج الهندي الذي أعشقه ما يفعل بمعنى هناك أسماء سينمائية كبيرة إذن الدورة غانية فعليا بكل ما تتضمنه من أنشطة وفعاليات وليس عوني إلا أن أحيي كل من يقف وراء هذا الفعل التقافي السينمائي الحقيقي أساسا مؤسسة المهرجان وطبعا صاحب السمو الأمير مولاي راشيد نعم طيب ما هي أبرز الأسماء من الفنانين والفنانات يعني لحاضر اليوم في هذا المهرج هناك الكثير من الصعب أن أحصر اللائحة مثل تيلدا سوينتون مثل ويليام دافو مثل هايلي جيريما المخرج الإيتيوبي الشهير وهناك نشجل الحضور الإفريقي في المهرجان وهذا يحسب للمهرجان لأنه لا ينظر إلى الغربي وإلى الشرق وإلى نجومية النجوم الغربي أيضا لا ينسى صناع السينما الأفارقة والعرب مثلا في المصابقة الرسمية هناك فيلم فلسطيني وهو تحية للشعب الفلسطيني وداعا تابيريا لليناس وانم وغير ذلك من الأفلام بمعنى هناك أسما كثيرة يصحب أن أحصرها هناك أيضا الحضور المغربي يعني نجوم السينما المغربية ممتلين ربيع القاطي عمر لطفي فرح الفاسي مزل الإدريسي وغير ذلك من بشرى أهريس فهناك كثير من الأسماء السينما المغربية الحاضرة فقط هذه دعوة أن الحضور المغربي أتمنى أنه في الدورة القادمة أن يكون أكثر لأن المهرجان ينسجم مع الإرادة الملكية ينسجم مع تصورات صاحب السمو في جعل السينما المغربي في المقدمة والفنان المغربي دائما في المقدمة نعم نتحدث عن السينما الوطنية يعني نعرف بأن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش هو يعني دائما شكل منصة مهمة لتصليط الضوء على السينما المغربية يعني أنتم مخرج وناقض سينما مغربي كيف ترون وتقيمون حضور السينما الوطنية اليوم في هذا المهرج؟ لا وحضور السينما الوطنية حضور أساسي ومهم لأول مرة نجد فيلمين في المسابقة الرسمية عصابات لكمال الزرق وفيلم كذب أبيض لأسمى المدير والفيلمين معا حصل على جوائز مهمة في مهرجان كان وأيضا في مهرجان الدولية عالمية مختلفة إذن الحضور المغربي لا يقل قوة عن باقي المشاركة العالمية حتى تلك المعروفة بقوتها وبصناعتها الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأوروبا وغير ذلك من جهة تانية هناك فقارات أخرى يحضر فيها الفيلم المغربي يعني حوالي 15 فيلم يعني في المجموعة 15 فيلم المغربي فقارات بانوراما يعني سنشاهدوا أفلاما لعدل فاضلي لفوزي بالسعيد المكرمة هذه الدورة ومفخرة السينما المغربية أيضا أفلام يعني كثيرة كثيرة متعددة وأعتقد هي فرصة حقيقية فرصة حقيقية لآخر أن يكتشف ماذا نفعل ماذا نبدع وعلى أننا وصلنا إلى مستوى جد مشرف ونشرف القرى الإفريقية والعالم العربي نعم وهنا ربما السؤال عن أهمية هذا الحدث الفقافي الدولي اليوم بالنسبة للصناعة السينمائية المغربية لا بالنسبة للصناعة السينمائية المغربية تستفيد بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بشكل غير مباشر أن الكثير من صناع السينما عبر العالم يكتشفون هذا الوطن الجميل اللي هو المملكة المغربية يكتشفون تنوع مناظره الطبيعية يكتشفون قوة الضوء يكتشفون الترات يكتشفون التاريخ يكتشفون هذه الألوان الغير موجودة إلا في بعض البلدان هذا من ناحية وبالتالي يجعل الكثير منهم يقرر أن يعود إلى المغرب لكي يصور لقنا هذه المسألة في دورة سابقة مع جيم جرموش جاء وكرم وألقى درسا وعادا يصور فيلم في مدينة طنجا وغيره كثير مثل ريدلي سكوت مثلا مارتا سكورسيد كلهم أصدقاء الآن المغرب وربح عمر المغرب بفضلي طبعا أنه فضل التصوير السينمائي الأجنبي وأيضا بفضلي المهرجان تيلدا سوينتون التي أعتبره من أهم الممثلات العالميات اليوم واليوم كان عندها درس سينمائي هذه المرأة العظيمة الكبيرة الآن أصبحت تعتبر المغرب بلدها الثاني المخرج الهندي الذي يؤثر في ملايين المتفرجين عبر العالم وأساسا داخل الهند اللي هو أنوراكا شياب هذا أنا التقيته عند الافتتاح وعبر لي عن عشقه للمغرب ويحضر إلى المغرب له رابع أو خمس مرة فإذا هذا بشكل غير مباشر بشكل مباشر أن المخرجين وصنع السينما المغربة ككل يلتقون بزملائهم جانب تكون هناك حوارات حوارات لقاءات مشاريع نتمنى أن تسترجم على أرض واقع وبين هذا ودك هناك النقاط المغاربة الذين يستلهمون مقالاتهم من لقاءات مع هذا النجوم الكبار إذن الفائدة كبرى ومرة أخرى أشكر كل من يقوم وراء هذا المهرجان بالحديث عن هذه المخرجة التي صارت تعتبر المغرب اليوم تيل دا سوينتون ممثلة كبيرة بلدها الثاني نود أن نتحدث عن حضور المرأة اليوم في هذا المهرجان في هذه الدورة العشرين خاصة في لجنة التحكيم صحيح رئيسة لجنة التحكيمية أمريكية شاستين مكرمات يعني بعض المخرجات والممثلة الذين يقدمونها دروس ثم أيضا حضور المرأة المغربية فنحن شفنا ما كانش هات السنة الطاب بيروج يعني السجاد الأحمر ولكن وجدنا داخل القاعة الحضور المغربي أو حضور المرأة المغربية بلباسها التقليدي والتأكيد على القفطان المغربي لأن القفطان هو ترجمة لتاريخ ديال هذه البلاد ترجمة ورد غير مباشرة على من يريد أن يسطع على تراتنا وعلى تقافتنا نحن أصحاب تقافة طويلة عريضة وأحسن من حافظ على هذه الترات التقافي هي المرأة المغربية فتحيل كل نساء المغرب خاصة ونحن نقول بأن السينما هي الجمال والجمال هي المرأة فشكرا للمرأة المغربية على حضرها وعلى قوة مسنتها للإبداع المغربي بكل أشكاله في السينما وخاري السينما في بادرة تكرس دور هذا المهرجان في تقريب الفن السابع من الناشئة هناك مبادرة حل أكثر من 700 طفل من أطفال منطقة الحوزة التي تضررت من الزلزال ضيوف على المهرجان في العروض الخاصة بسينما الجمهور الناشئة في اعتقادكم أهمية ورمزية هذه المبادرة لا هي رمزية كبيرة أولا منذ واقعة الزلزال لاحظنا أو تتبعنا كيف كان هناك تضامن تأذر من أعلى مستوى طبعا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله كيف جعل من هذا من هذا شنو نسمي هذا آفا أو الكارثة التي أصرت المغرب يعني يجوز من من الهواجس دياله وكيف جعل من أيتام بهذه المنطقة هم مكفولي لأمة يعني أبناءه بشكل نقدر نقول بشكل مباشر ماشي غير مباشر يعني خداهم كأولاده ولاحظنا كيف تم نقلهم إلى مدينة مراكش والاعتناء بدراسة دياله ومشبه ذلك أن يتم تفكيره فيهم وإدخالهم في برمجة مهرجان مراكش فهذه فضيلة كبيرة أنا شخصيا ما كنتش تعالية ولكن النقل سفر برنامج شعرت بالسعادة فشكرا لصاحب الجلالة شكرا لأمير مولاي رشيد شكرا لكل من يعني ويعتني بأبنائنا أبناء الحوز وكل أبنائنا من طنجة حتى الحدود الموريطانية المخرج والناقد السليمائي الأستاذ عبدالإله جوهري شكرا جزيلا لكم على كل هذه طبعا شكرا وأتمنى أن تظل هذه المنصة وهذا الموقع وهذه القناة الوجه الحقيقي للمغرب الجميل مغرب العب والتقدم والازدهار شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الفقرة فقرة ضيف الزوال إلى اللقاء